أنا مثلاً بالنسبة لي أرى أنه الحجة القوية الصوت العالي يفقدها كذلك الشتائم والإساءات تفقدها أنت متى ما صار صوتك عالي في حوار فقدت حجتك متى ما لجأت في كتاباتك إلى شتائم أو تقليل يعني أنا ما أحب مثلاً أسلوبي ما أحب أني أنا مثلاً أصغر من مثلاً أغير اسم دول يعني ما أحب مثلاً كلمة شرك سلوى مثلاً آه ما أحب شرك لا ما أحب مثلاً أنك تطلق على حاكم لقب غير اسمه لا أنزل الناس منازلهم وقول حجتك ودافع عن بلدك من غير ما تسي مع أني أنا أعطي المبرر لمن يسي لأنه فيه ناس في الطرف الآخر تسي يعني 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 باللحظة يعني هل هذا هو خيار شخصي أنت تتكلم عنه أنا أشك أنه هذا الصح أو لا فيه تسويق رديء وتسويق جيد والمفترض أنه السعوديين يروحون للتسويق الجيد أنا أشوف الأسلوب أنا ما أملي على أحد أسلوبي ولا لا أنا أبقى وجهة نظرك وجهة نظري أنه الأسلوب الأمثل هذا هو أنك أنت لا تشتم بس فيه ناس ما عندهم من الثقافة والقدرة على أنه يقارع الحجة بالحجة وفيه في الطرف الآخر من يسي ببذاءات فإذا رديت عليه أنا أشوف أنه هذا عادل ترى حتى في الدين لا يحب الله الجهرة بالسوء من القول إلا من ظلم لما أحد يشتمك من حقك ترد عليه الشتيمة أو تعفو فأنا أشوف أنه حتى هذا مبرر لأنه في الطرف الآخر فيه من يسي ولكن أنا أرى أنه كل ما كانت حجتك كل ما كان عندك حجة تضعفها كثيرا إذا لجأت للشتائم والبذاءات أنا أحيانا ممكن أرد على الإساءة بإساءة هذا فيما يتعلق بوسائل التواصل